السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد مع اومبيان ان شاء الله تكونوا قاع بخير هات الساعة ويعني راكم صبرين على الوضع اللي رانا فيه الحمد لله خاص الصبر يعني هذا فرد ان شاء الله تصبروا قاع اللي راه صحيح الحمد لله يقعد في الدار يصبر واللي فقد واحد من افراد العائلة ربي صبرهم ثاني يعني نسمعوا هاد الخبر كتر وكايم الزاف من الناس اللي نعرفوهم رانا نفقتهم بسبب هاد المرض اللي يستر هاد الوباء لهم يعني يرحم الجميع وقعدوا في دياركم يعني النصيحة الوحيدة اللي قد نعطيها لكم هي قعدوا في دياركم والله انا نقعد في داري بورطون وحدة اللي تبغي تخرج وقعد في داري يعني باش نحمي العائلة نتعي ونحمي الناس اللي راهم معايا يسكنوا معايا باش ما نعطيهمش هاد المرض والحمد لله نبدأ وليوم ان شاء الله جبت لكم نوع اخر من الكوسكوس انا قدرت لكم مرة لفاتات كوسكوس بالدجاج اليوم قد نضير كوسكوس بالحمد العجل وفي نفس الوقت اليوم جبت الكوسكوس اللي انا معتادة نضير به هو كوسكوس داري تخيفة يعني مرقيك هاد المرض والكوسكوس جبت غاد منذير هاش كامل نضير هاش كامل نضير هاش كامل نخلي شوية فيها منذير هاش كامل شوية حمص هنا شوية حمص شوية حمص شوية فول هنا قصبروا مع الدنس اللي قديجة من قطعاتها هدلتها في كونجلاتور لغالب ما كانش ما نقدرش نخرجوه باش نشريوه يوميا واش نحتاجوه شوية حبه الطماتيش هي من احسن يكون كتر شوية حبه الطماتيش وزيت معهم الطماتيش هنا هذيك الطماتيش ناتيور هذي مطحونه سائله وزيت مغرف صغيره نتاع طماتيش مصباره شوية بصلة شوية كابوية يعني على حسب عدد الافراد كما نقول لكم دايما نفس الشيء نعاود فيه شوية زرودية شوية لفت وهنا انا دائما ندر بطاطا لماذا؟ ندر بطاطا اختر بنتي ما تبغيش الليقوم الاخرين ندرها البطاطا اختر الحاجة الوحيدة التي تأكلها مالغرين عارف من البطاطا ماشي الليقوم يعني ماشي من خضروات بسرح ندرها لكي تنفرحها هذا هو المهم درتي هنا شوية لحمة عجل هنا زيت شوية كوركو شوية زنجبيل شوية حباق شوية ملح و غادي نزيد لكم شوية كوري يعني شوية نزيدها معها يطلق بنا هائلة ان شاء الله باش نبدأ باسم الله شوية اول شي ان نقوم بها هنا نبدأ بها ما كان كنا يعني ترنقل ندروا الكسكس تاعكم في باسينة او اي حاجة و ندروا معها الزيت و بعد يعني تقوموا بالخلط باش ما يلزقش كاينة الكسكس تحت تغسله يعني تقدر تغسله باشاة ماما نغسله لان اجلس نفخه شوية 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 تفهموا الوغة باش تخطر ان هذا غارب خطره شارك خطره باش قاعد الناس يفهموني و شوية مخه هنعيا بالماء و نخلي واحد على جانب يعني قلو شوية تعمى كي موقلكم و اللي بغا تغسل الكسكس تحب ينصر و نخليها على جانب و نخليها على جانب الوقت اللي نبدي معاكم تحضير يعني الروان تاع الكسكس ان شاء الله اول شي نقوم به نحض اللحم انتاعي بعد ما نغسلته و بعد نزيد معاه البصلة نقوم بتقاطيها يعني ان تقوم بتقاطيها كما او 4 صغار و في نفس الوقت تقوم بتقاطيها على حسب كل احد وش وانا يبغي اختيار اختي كريمة وكاين يبغي تصلها بزف الكسكوس يتبقى ازوش حبات حبان نتلاقها بالليدي شاو تلاقل بننزحها اضطاق هي لديها يتبغي البصل اضطاق 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 هنا اضطاق اضطاق ان يفضل كل واحدة اضطاق اضطاق سوف نقوم بتحديد صغيرة طويلة مغرف صغيرة معمرة مغرف ثاني صغيرة معمرة نقوم بتحديد صراش فلفل اسود من كتراش ويضلك مدر يعني بسحة ديرك طويلة و هنا مغرف ثاني صغيرة سيبقصين بها الملح تصجم غارب ومبعد الضودي في اخر يعني كيوجد لك العصوص الضودي وشوفوا ماذا تقدري تزايد احسن تكوني منقصة الملح خير ما تكوني مزيدة ومبعدة نتقدش تصلحي وشوية نتعلى كيوجد مغرف لكم شوية يطلق واحد دوق يعني دوق شباب في الكسكوس لكم نتعلى بالخش نخليه يتقلى هنا واحد المدة وننضي لكم إن شاء الله بعد ما تضللت شوفوا شوية البصلة نتعلى نخليتها تضللها شوية برغوكم نحفو ومعتم كيفية كيفية حسنا ونخلطوا يعني إن أحسن نخليوها كلما يتقلى شوية بنقصوا اساله لكلما كيفية لماذا تقليو الوضع يعني على خطرة فنفس الوقت لذي خليت الحم والبصلة يتقلى طماطيش طماطيش يعني تقوموا تحلوا الكسكس طماطيش نجدها نجدها في الكسكاس الوقت اللي تقلت طماطيم ويجيك سهلا بعد تحطيه فوق القدر ونجدها ان شاء الله من بعد ما تقلت عندي هنا يشتل الطماطيم على الاخر نزيد الطماطيم على حسب 100 قرام نجدها ونضيجها في المغرفة صغيرة طماطيش 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 وهنا الحم يعني يعني ياخد شوية وقت طماطيش لننزيد الحمص والفول سوف نضيفه من بعد سبتة نشوفه يدعدي يعني 15 دقيقة عادة ونزيد الحمص والفول ان شاء الله مع القصبر نضيع لكم هنا 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 زجوطر عند الحمص المغرفة سمحوا لي ما اضيفه ما زجوطر على المغرفة يعني على الصغيرة من بعد رحولة علاج ان شاء الله لم تقلقة ونسبعة الوقت ندرج الكسكس طرق التفوير الأولى يتكمل سوف أعطيكم مرة أخرى من بعد أن تبخر الكسكس نضعه لكي نشمخه التفوير الأولى تخرجه نضعه لكي نضعه لكي نضعه نضعه لكي نضعه مليئة ونضعه لكي نضعه لكي نضع الكسكس كما أخبرتكم الكسكس لكي تصبح الأولى انا الكسكس ندير ثلاثة سارة فوائعة يعني وكل واحد حسب طريقا نضروك معه شوفو راه بدي يغليل العصص نزيدو الحمص والفول والقصبر مع المعدون الجميع هادو نحطوهم في مرة واحدة اغطش الحمص وهاد الفول انا يخدو لي وقت بشي بهي طيبه ونخليوهم شوية ونمليلكم نبعد واحد العشرة دقائق يعني وش نحطو دروك نحطو الكعوب متاعنا الزرودية مع اللفت لخاطرش اللفت والزرودية يحمر الوقت بشي طيبوت قدريت تخليهم يرفضو الطيابة نحن مع اللفت وفي نفس الوقت نحط الكسكس يفور للمرة الثانية ونوضي لكم من برما يفور الكسكس بعد التفويرات الثانية كما تشاهدون هنا قطعة بلاستيك لخاطر الكسكس لتفور في المرة الثانية التفويرات الثانية الكسكس لن يجب الملح لن تصبح الملح وبعد ذاهنا إخبار الشاب قمت بتلقية الملح نضيف الملح ونضيفا نشكل التفويرات قمت بتلقية الملح هنا لتعرف كبير علي اتصبح الملح كل واحد على الضلطة تتاعه كيف يريد مالح و تقوم بالخلط من الأحسن يكون لديك صحن واسع فانايا هذا شوية رغم التبني و لكن صحن واسع يعني في الساعة يبرد وفي الساعة تقوم بتفوار الكسكس و يكون لديك الأمر سهل من بعد هنا يمكنكم تشوفوا الحمارات الطابة يعني مبقي لهش بزاف نضربوك نحط الكابوية مع هذه البطاطا اخربة كطم كابوية يعني بسرعة و يجي نكملونيشا مع تفوارة الثالثة ان شاء الله بنفس الوقت ان يكون تطابق لكم هذه الكابوية لكورجة جميعها في البطاطا اخربة هنا اضبت بعض الزبدة غفز الزلافة التي تأكلها لا تضعوا كامل الكسكس لخصير لكم إذا قدرتوا فيه الزبدة يحمد من الأحسن إذا تريد تأكله في نفس اليوم تقديره لجعل الكمية التي لديك ولكن عندما تريد تأكله في نفس اليوم ويقعد لكم الزبدة من الأحسن تضعوا كامل الكسكس يعني الكسكس هو طابق متكامل الحمد لله يعني ملاح يعني كأكلة متكاملة بعد ذلك نكمل الزلافة نتاعي ونوري لكم إن شاء الله هنوري لكم نتيجة النهائية الكسكس نتاعي هو وجد يعني وجدته لكم في طابق إن شاء الله يكون يعجبكم بشهية طيبة وإن شاء الله تجربوه وترضو عليها في التعاليق يعني نستنى توجور تعاليق متعكم إن شاء الله يكون يعجبكم وما طولش عليكم إن شاء الله في الفيديو أختار الفيديو دلزها شوية طويل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمرة القادمة إن شاء الله شكرا شكرا